اشتركوا في القناة وشملت مرحلته الثانية لاصدار اعداد كبيرة من المواطنين البحرينيين عبر الطلبات الالكترونية والمسار السريع وفرعي المحرق ومدينة عيسى للتأكد من جهزية الاجراءات باستخدام جميع انواع الطابعات في جميع الفروع دون احداث خلل بالاصدار اليومي للبطاقة وارباك الجمهور وبهذه المناسبة اكد القائد على ان ما اتخذته الهيئة من اجراءات بهذا الصدد يأتي تماشيا مع توجيهات ودعم الفريق اول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية لتطوير الاجراءات الهادفة الى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بجودة عالية وكفاءة تنال رضا المستخدمين عبر مواكبة احدث التقنيات والنظم الحديثة وبما يتوافق مع المعايير الدولية واوضح القائد ان عملية تنفيذ المرحلة الثالثة جاءت بعد الانتهاء من الترتيبات الفنية والتقنية المتمثلة في تحديث الانظمة ذات الصلة كنظام ادارة الطباعة والنظام المركزي للسجل السكاني ونظام تحديث البطاقة فضلا عن تهيئة برنامج قارئ بطاقة الهوية الالكتروني الى جانب تحققها من اجهزة الطباعة بما لا يؤثر على الانجاز اليومي من اصدار البطاقة في مراكز الخدمة ترجمة نانسي قنقر